عسليما عسليما ومرحبا بيكم معانا في دبارتنا لليومة اكيد الكلنا قلقنا متطيب وصخنة وتعب ونحبو حاجة ابنينا اما في نفس الوقت سهيلة متاخذلناش برشة وقت اليومة بش نعملو مبعاظنا صندويتشات على طريقة الكريب اما من غير بيف من غير زبدة من غير برشة تعبو من غير برشة تفلسيف وتعقيدات حاجة سهيلة ابنينا في مدني وللجميع وتعمل الحشوة اللي انتي تحب عليها اللي حاشتو بالوصفة بالبنة يقعد معي للاخر ومتنسيوش تشتركو في القناة الكريب متاعنا نحتاجو زوز كيسين فرينا عليهم زوز كيسين احليب والاحليب متاعنا ناخذو اه شتر قارسة نعصرها عليهم على زوز كيسين باش هكاكا يخطر القوامة متاع الحليب ويجي المطعم ابن في الهند بلندر اه في الرحاية متاع العصائر اه بالركاضة العادية اللي تحب بنتو ما الحاجة الاسهل للكم تحطوا المكونات الكل وتزيدوا معاهم اه مغرفة صغيرة من السكر ومغرفة صغيرة من الملح وهذو ما الكل نخلطوهم مع بعضهم بالجده بالجده حتى لين يتنحاوا التكتولات الكل لكا ونتحصلوا على قوامة يكون هكا خاثر شوية لهني خطوة اضافية باش نتأكدوا ملخة اللي تمتاعنا اللي هو قوامة متاعه اه مثالي وما فيه حتى تكتولات نعديوها على صفية وشوفوا كيفاش لازم يكون القوام متاع الخليط متاعنا كنحطوا هكا سبعنا تعمل امارة كي ما شفتوا في الفيديو وليهني باسم اللي هنمدو المقلة متاعنا ونبدو نطيبو كعبات الكريب متاعنا هنا الكمية تقدمة انتو ما تحبو المهم تحطو على اجنب اللول حتى لين يتيب وبعد تقلبو اجنب الثاني لهني تحضرو الكعبات الكريب الكل لكا ونحطوهم في منديلة ونغطيو عليهم بشاكي كي يقعدوا دافين وشوفوا ما شال على الكعبات متاعنا قديش تلعو اه او الحاجة شوفوا كيفاش هكا اطبقهم ويتحلوا ما غير ما ما لا يتقطعوا ولا حتى شي وكمل كمية ما شاء الله كبيرة ياسر عملتلي وهيذي الوصفة اللي ما غير لعظم لازبدة لحات شي حتى زيتها كم شفتوا محطينيش بالحق وصفة اقتصادية وسهيلة ياسر تول هنا في الحشو باش نعتيكم الحشو اللي اعملتها وانتو ما تعملوا كيفها ولا تبدلوا لهني اخذيت صدر الجيش حتيت افحات اه فلفل احمر فلفل اكحل شوية كليل شوية ملح وشوية اه بسباس عملت عليهم عصرة اه قارس اكل قارس اللي عملتها من اللول حتيتها اشترى متيحها معاهم وليهني زيتهم شوية زيت خلطتهم الكلهم هكا على البارد وبعد حتيتهم فوق النار وخليتهم طابوا بالجداء بالجداء اللي هني نحطوهم على نار تكون حامية شوية اه باش ما يخرش الماء بتاع الجيش ويقعد من داخل اتري وتوا هذيك الحشوة اللولة الحشوة الثانية ناخذوا شوية سبناخ ناخذوا شوية فطر وناخذوا شوية ابصل نقصوا المكونات امتالنا نبديو اه بالسبناخ نقصوه اه كيما جاي جاي مش لازم يكون جوية على خطر السبناخ ما فيش يروح وفيسع ما يتيب امعانا بعديك ناخذوا كيبت البصل ولهني تناجموا حتى تستغنوا عليه البصل اما بصراحة يزيد بناء على بناء ولهني الفطر اللي عندي اه كيما تشوفوها كني تناجموا تاخذوا الفطر الحاضر اللي في الحكة هذو ما نحطهم بعضهم زدهم مغرفة كبيرة من الزبدة وعليهم اه شوية متجيش لهني اخذيت الزر الجيش وانتوما اللي تحبوا تحطوا الفخذ وإلا الزر اللي تحبوا عليه انتوما تول هني افحات حشتنا بشوية ملح حشتنا بشوية فلفل اكحل نخلطوا اه شوية بس بيس ونخلطوا المكونات متاعنا الكليكا ونحطوهم يتيبوا ومشاء الله خرجوا ريحة وفيحة تعمل الكيف وشوفوا لهني كعبات اتجاج امتعنا تولهني خطوة اذا فيها حبيت نحطها كشوية اه اجبن وكهو هذو ما هوما لحشوية امتعنا وتوا ما تبقى لنا كين نبديو انشكلو ونهنسو ونشخشو فكعبات الكريب امتعنا اه ناخذو شوية مايونيز اه ناخذو شوية اهريسة خطر نحب الحار والمكونات الكل ما فيهم شي حار هذيك عليش حتيتها كشوية اهريسة سوري تنجمو تحطو اهريسة عربي لهني الحشوة اللولانية اللي هي بدشيش اللي عملناها وحدها شوفوا اللي وحد عليك اللون اللي فيهم وبالحق بنين على الاخر وفيهم ريحة تعمل الكيف اخذيت كعبات ترشي لهني عندي معا دنوس امكانجل حتيتو معاهم وشوية جبن اللي يسيح زي دا حتيتو ولي مايحبش يحط جبن ينجم مايحطش ولهني طبقت كعبة الكريب متاعي بالطريقة هذي لهني طبقوا كيما تحبوا انتوما غير حبيت هكا نبدل من شكل المتعودين عليه طبقوا لهني ناخذو الكعبة الثانية حتيت فيها الهريسة حتيت فيها المايونيز متاعنا خلطهم بالجدي بالجدي مع بعضهم وطبقوا زيت عليهم الخليط متاعنا كيف كيف زيت معاهم هكا شوية جبن طبقوا لهني الصندويش العالمي اللي نحبو ونميو تعليه مايونيز كاتشوب كعبات بطاطها مقلية ونحطوهم هكا معاهم شوية جبن ولا نستغنيو عجبن وبنا بنا بنا بصراحة البطاطة معا الكريب عطات بالحق اه تشبه شوية من الصندويش متاعنا صندويش بطاطة يا ذيكا اما اه اخف هكا وفيها بنا بصراحة هكا جديدة اما يسر محلها بما انو اعملتهم وبردوا كعبات الكريب حبيت هكا انسا خنهم اشوية هذيك عليش حتيتهم فوق المقلة وسخنتهم هكا ترايف وباش يكمل اكش بن هذيك يذوب معانا وتنجموا الكيبات يكونوا سخان زي دا ما تسخنوهم مش فوق المقلة وكهو هذو ما هو كايبات الكريب متاعنا حذروا وبالحق جيوا يشهيوا وبنين ونودكم ومن شهيكم وجربوها التريقة بالحشوية هذو ولا حطوا اي حشو انتم ما تحبوا عليها وشوفو هكا البنة ومعانتها بحاجات هكا بسيتة اه يجيكم كايبات هكا اكريب اطريين وبنين ويعملوا الكيفة وترقووهم قتيل صغر عشري هكا خفيفي اه كيما تحبون انتم حاسلوا ان شاء لا تكون عجبتكم الوصفة تجربوها تكتبو لي رايكم من لوتا في خانة التعليقات وفي وصفة اخرى ودبرة اخرى وانتم ما تكونوا ديما بألف صحة وخير وعافية وبي باي